سنة اللي فاتت قامت مصر ببناء قاعدة برنيس العسكرية اللي بتبعد حوالي 200 كيلو شمال الحدود مع السودان واللي بتمثل اهمية استراتيجية في منطقة البحر الاحمر من الناحية الجنوبية لمصر وكمان بتمثل اهمية لمصر في موضوع ملف سد النهضة لانها بتبعد حوالي 1000 كيلو عن السد يعني لو مصر كانت حاولت ضرب السد كانت ستقوم بضرب السد من قاعدة برنيس العسكرية ولكن الامر الان اصبح اكثر اهمية واكثر قربا من سد النهضة فالقاعدة العسكرية الاقرب لنا لسد النهضة لم تعد في برنيس بل اصبحت في جنوب السودان تابعونا امبارح اعلنت المواقع في جنوب السودان المواقع الرسمية ان اتحدث عن مواقع رسمية ولا اتحدث عن صحف خاصة وهقول اسم المواقع وهسيب لكم لينك الاخبار في الديسكريبشن عشان تتطلعوا وتشوفوا الموضوع تحديدا ايه اللي بيحصل فيه يعني مثلا موقع اسمه جوبا تيفي جوبا اللي هي العاصمة وموقع كمان اسمه ساوذ سودان نيوس الموقع عنده اللي هم مواقع رسمية تتبع الدولة اعلنوا عن واسمع تحديدا الكلام بالزبط موافقة جنوب السودان على انشاء قاعدة عسكرية مصرية في منطقة باجاك التي تقع في ولاية ميوض على الحدود مع اثيوبية النهاردة في الفيديو هندرس الاخبار وهنقول كل التفاصيل اللي ذكرت فيها لانها تفاصيل في غاية الاهمية الحاجة التانية اللي احنا هنعملها هنشوف مع بعض الموقع بالاكمار الصناعية ونقيس المسافة بين موقع القاعدة وموقع سد النهضة ونشوف مدى تأثير هذا على الملف المائي الاثيوبي المصري هنقول الخبر على طول امامكم وحضراتكم شايفين الخبر ان انجليش وانا هترجمه للعربي عشان تكونوا فاهمين الموضوع بسرعة في الخبر ده حسب صحيفة اسمها جوبا تيفي بيقول ان جنوب السودان توفق على الطلب المصري لانشاء قاعدة بالقرب من باجاك وفي التفاصيل بيقول ان حكومة جنوب السودان وفقت على الطلب المصري لانشاء قاعدة عسكرية في باجاك وهي معاكل من معاكل السابقة للمعارضة يعني التي تقع في منطقة اسمها ميوت اللي هي موجودة في ولاية النيل العالي ده حسب مصادر عسكرية بيقول الخبر كمان انه بحسب مسؤول عسكري رفع المستوى القاعدة دي هتقوي او هتضم حوالي 250 عسكري مصري في اعداد على ما يبدو لكل الاحتمالات على خلفية انشاء سد النهضة الاسيوبي الكبير الذي يعني يعرض عملية تنفيذه او انشاؤه من قبل المصريين ده بحسب الصحيفة وبحسب المصادر العسكرية في جنوب السودان وبيقولوا كمان انه حكومة جنوب السودان وكوات الدفاع الشعب الجنوب السودانية اللي هي وزارة الدفاع عمدهم يعني وفقت على تحديد ارض لاشقاءنا المصريين وهنا بيصفوا مصريين بالاشقاء هما زي ما بقول لحضراتكم عندهم نوع من رد الجميل للمصريين وعندهم حب للمصريين وبالتالي حابين يردوا لنا اه شيء من اللي فعلناه معهم خلال السنوات السابقة ودي اهمية الدبلوماسية المصرية اللي حضراتكم لازم تكون عارفين لما الدولة بتتحرك اه على الناحية الاوكولومية او الناحية الافريقية لازم تكون عارف ان ده بيكون له تابعات على المدى القصير والمدى البعيد كمان ودي من نتائج لما احتجنا جنوب السودان عشان نعمل عندها قاعدة لقربها من الحدود مع اثيوبيا قدرنا نعمل عندهم قاعدة تاخد المصالحنا هناك وتكون وسيلة ضغط على الجانب الاثيوبي في انشاء السد نكمل الخبر بيقولوا كمان انه الحكومة في جنوب السودان ووزارة الدفاع عندهم وفقت على تحديد ارض لاشقاءنا المصريين الذين قاموا بطلب قطعة ارض في شرق جنوب السودان لوضع كواتهم التي ستساعد في تطوير الدولة ده حسب احد المسؤولين هناك يعني بيقولوا كمان ان القاعدة ممكن تساعد في تطوير الدولة يعني تطوير الريف تطوير المناطق هناك يكون لها خدمات برضو لوجستية في المنطقة هناك وبيقولوا كمان في الخبر انه يعني مسؤول اخر اخبر الصحافة ساوي السودان نيوز ناو يعني اخبر صحافة جنوب السودان الان من وزارة الخارجية ان الارض ستستضم فقط لاغراض تطويرية مصرية تحادت مصر بان تمدها لاصغر امة في العالم اصغر دولة فعالة وهو دولة جنوب السودان برضو ببقى في تصرحات دبلوماسية لازم تقال يعني احنا هنعمل قاعدة عشان نساعدكم في مهامكم او تدريبات او اغراض سلمية ولكن كلنا عارفين الغرض الرئيسي من انشاء القاعدة هو سد النهضة وهبينيلكوا في الخرائط ازاي كرب مكان هذه القاعدة من موقع انشاء سد بالخرائط ان شاء الله فبيقول كمان ان القاعدة هتستخدم من اشقائنا المصريين لتوفير التنمية التي نحتاجوها بشدة في جمهورية جنوب السودان وبيقولوا كمان انه الدولة الوحيدة في افريقيا اللي كانت دايما جنبنا او وقفت جنبنا في خلال العقد الماضي من ساعة مكسبنا استقلالنا هي مصر ولازالوا بيقدموا لنا الدعم واللي بيخدم الناس عندنا لما بتحتاج الدعم ده يعني فهنا احنا الخبر بالتفاصيل عشان تكون حضراتكم عارفين داي صحافة جنوب السودان الصحافة الرسمية والخبر على عهدتهم وعلى عهد الدولة الجنوب السودان لانها لن تقوم بتسريب هذا الخبر الا اذا كانت يعني على عهدتهم هم اه تعالوا بقى ننتقل لجانب الاقمر الصناعية عشان نشوف الموقع بالزبط يعني او تقريبا موقع هذا المكان وبعده وهنعد الكيلوات بين وبين الحدود او بين وبين تحديدا سد النهضة نشوف الموقع احنا بنقرب دي المقاطعة موت وهنا زي ما حاروك شايفين كده معمولة بالاطار الاحمر هي من وصفها كده لو قرأنا عنها بيقولوا انها مدينة يعني في جنوب السودان او في ولاية النيل العالي في جنوب السودان بتقع على اطراف الحدود بين اثيوبيا وجنوب السودان يعني بتكلموا عنها انها موجودة في مكان تاريخي يعني هنا شوف حضرتك المقاطعة هي المزللة بالاحمر وجنوب السودان على شمالها هي طبعا جزء من جنوب السودان واثيوبيا علي منها شوف المكان واهميته وقربه من اثيوبيا وتحديدا قربه من سد النهضة هتقول لي طيب عايزين نقرب بقى من المكان ونشوف الموقع السد وموقع المقاطعة يعني مثلا دي مقاطعة موت اللي هي فيها المفروض هيتعامل المكان اللي فيه القاعدة طبعا ده شريطة الحدود بين المقاطعة واثيوبيا فهناخد لو قلنا هنعمل من هنا نقطة مثلا من على الحدود دي من المقاطعة عشان نوصل لمكان سد النهضة طبعا احنا كده في اثيوبيا فهنحاول نوصل لمكان سد النهضة طبعا هو سهل الوصول إليه ما فيش مشكلة خالص بنوصله عن طريق تتبع نهر النيل الازرق فهنا مثلا ده السد ده موقعه حتى حضراتكم هتشوفوا المنظر بتاع السد وآخر شكل اللي وصل به ده مكتوب بلو نايل ريفر وشكل السد اكيد معروف للجميع وصلنا لحوالي 246 كيلو متر شوف حضرتك 246 كيلو متر من مكان القاعدة اللي المفروض هتعملها مصر على الحدود جنوب السودان مع اثيوبيا عشان توصل لموقع السد وربما كمان يعني تكون اقرب من كده لان احنا لسه في مسافة كمان داخل الحدود في جنوب السودان لكن المنظر حضراتكم شايفينه هوت القاعدة مكانها واهميتها بالنسبة لمصر موقع مهم جدا هو المكان اللي هو اللي حضراتكم شايفينه ده ده المنطقة اللي مزمع انشاء القاعدة فيها وهي اللي بتقترب زي ما قلنا حضراتكم حوالي 245 او 240 كيلو متر من موقع انشاء السد اللي هو زي ما حضراتكم شايفينه هوت ودي اخر اشكال عن طريق الاقمار الصناعية وصل لها السد حتى الان المنشآت اللي حواليه بحرته اللي هي اللي حضراتكم شايفينها دي بس طبعا لسه كل ده بقى النطاق اللي هو على يمين النهر المجرى وعلى شمال وكل ده اللي هما بينظفوه حالين عشان يقدروا يملوه مية ويعملوه خزان للسد يبقى احنا كده اتكلمنا هنا اتكلمنا عن كل حكا في الفيديو عن الخبر وعن موقع القاعدة وكمان عن قربها من سد النهضة وعن كمان العلاقة الجيدة اللي بتربط مصر بجنوب فكرة انشاء قاعدة في جنوب السودان وهنا انا بتكلم بصراحة كان ممكن انشاء القاعدة دي في السودان ولكن العلاقات المصرية السودانية لا تسمح حاليا بمثل هذا النوع من القواعد لان الاشقاء في السودان لازالوا يعني عندهم موقف شوية شبه محايد من موضوع ملف سد النهضة لكن في جنوب السودان احنا لنا علاقات طيبة بتربطنا بهم ولنا علاقات جيدة بعدد من الدول الافريقية هذه العلاقات يعني على مدار السنين احنا بنبنيها ومن بداية تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي للنصاب الامور في مصر بدأ يكون زخم وبدأت الدبلوماسية المصرية تعمل في الجانب الافريقي لتكوين علاقات هذه العلاقات تساعد مستقبلا في اي طموحات مصرية في القرى الافريقية طموحات للتنمية طموحات لمساعدة الدول طموحات حتى للدفاع عن حدودنا الاقلومية وعن مجارينة المائية مثل نهر نيل في نهاية الفيديو بشكركم ولو عجبكم يريد تشاركوا وتدعمونا بالاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته